وقد أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة حالات التطعيم إلى مساء أمس الأربعاء قد بلغ 257 ألفا وخمسمائة وثمانين شخصا وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لذات اليوم تبين من الأحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 4590 حالة تطعيم وكان الفريق الوطني طبي قد أكد أن البحرين وفرت خيارات متنوعة من اللقاحات ولكل فرد الحرية في أخذ أي نوع كما أن أخذ اللقاح لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحتراسية